اعزائي طلاب التعليم الصناعي اهلا ومرحبا بكم في مادة تكنولوجيا الاجهزة والمعدات للصف الثالث السنوي الصناعي تخص الزخرفة واعلان وديكور حلقة النهاردة بتتكلم عن كبائن الرش الالية ايه كبائن الرش الالية طبعا انت لو متابع معايا الحلقة من الاول او متابع الحلقة اللي قبل دي على طول هتلاقي ان الحلقات كلها مكملة لبعض احنا تكلمنا عن كبائن الرش وقالنا بتنقسم لقسمين كبائن رش عادية وتطرقنا اليها بالشرح والتفصيل في الحلقة السابقة النهاردة هنتكلم على كبائن الرش الالي وما معنى كلمة كبائن رش الالي ومتى لجأ المطور الى الكبائن الالية طبعا نتيجة زيادة الانتاج ده عامل اساسي وخلي بالك من الحاجات اللي انا بقولها دي عشان هيطلع فيها اسئلة بعد كده نتيجة التطور والتكنولوجيا ونتيجة الاقبال وزيادة المنتجات لجأ المطور الى تحديس الكبائن العادية الى ان اصبحت كبائن الالية ويرجع برضو السبب للتطوير هو العامل نفسه لان طبعا حضراتكم عارفين ان العمالة اللي هي الخاصة او العمالة اللي بتستخدم في رش الديانات امكانياتها محدودة ممكن يرش مشغولة واحدة في اليوم وتقطوا على قده وهو ده اللي يقدر يعمله لو انا عندي مصنع او عندي شركة لتصنيع منتجات زي مثلا تلاجات غسالات سيارات بنتك في اليوم على الاقل خالص 10 او 15 تلاجة او عشرين تلاجة طيب كل دول هعمل فيهم ايه المفروض ان انا اجيب او المفترض عايز اطلع في اليوم 15 منتج او 18 منتج يبقى لازم ولا بد ان احنا نجيب 18 عامل 18 كبينة 18 وحدة رش فلذلك بدأت التكنولوجيا او التطوير لكبائن الرش بانهم عملوا حاجة اسمها كبائن رش آلية كبائن الرش الآلية بتنقسم الى تلاتة كبينة رش منتجات مسطحة كبينة رش ذاتة خطاف وكبينة رش مشغولات خشبية صغيرة يبقى انا كده عندي تلات انواع من كبائن الرش الآلية كبينة الرش الرش الآلية الاولى اسمها المشغولات مسطحة وخلي بالك من الاسم عشان ممكن يطلع منه سؤال كبينة رش ذاتة خطاف وكبينة رش مشغولات خشبية صغيرة طيب هنا بقى اللي كان متابع الحلقة اللي قبلها هيبدأ يكمل معايا طيب ايه علاقة الكبائن الآلية بالكبائن العادية معنا قبل كده قلتلكم ان المفروض ان الدرس ده كله كمجمل اسمه التطورات الحديثة في مجال الرش يعني بدأنا اول حاجة بالكبينة العادية خالص وبدأنا انطورها لغاية لما وصلنا لاخر كبينة في العادي اللي هي كانت مزودة بتكيف حراري جميل طيب هنا بقى الكبينة بتاعتنا الآلية لما اجا اقول لك زي ما انت شايف قدامك كده ما هي مكوناتك منت الرش الآلي للمسطحات لو انت قريت اول كلمة كده تصنع من المعدن تصنع من المعدن الله دي انا لسه كنت سامع الكلام ده في الحلقة اللي قبلية ان الكبينة الشبه سابتة عبارة عن تلت جوانب من الصال وعللنا وقلنا صال ليه لنسالة الفك والتركيب جميل مزودة بشفطات لصاحب الابخرة اللي ايه نكت اسمها ايه برافو فلترات مص ومكتوب جنبها تكيف حراري الله الله ده كان يعني اخر كبينة يعني معنا كده لما اجا اتكلم واجي اذكر مكونات كبينة الرش الآلي للمسطحات اقول عبارة عن تلت جوانب من الصال سالة الفك والتركيب جميل ومزودة بسقف والسقف فيه فلترات مصة جميل وبيها تكيف حراري عظيم طب ايه زيادة بقى هنعمل هنا حاجة اسمها سيور ناقلة سيور ايه ناقلة وانت بصيت كده ادي الكبينة اللي هي على اليمين دي او الكبينة هي دي الكبينة ذاته السيور الناقلة زي ما انت شايف السير ده كده زي بالزبط الكبين اللي طبعا حضراتكم اللي راح منكم اي اماكن بيبقى فيه اجهزة تفتيش شبهها كده بالزبط ليه عبارة عن سير بتخش المشغولة عليه اول ما تخش الكبينة على السير بيحصل ايه بيحدث عملية قطع للمجال الكهروضوئي قطع للمجال ايه الكهروضوئي فيه شعاع نازل من سقف الكبينة على السير اول ما المشغولة بتيجي تعدي كده ويجي الشعاع ده يتقطع في الاركان بتاعة الكبينة في مسدسات رش تفتح اوتوماتيكيا يتم رش المشغولة جميل جدا نقول الطريقة دي تاني وركز معايا فيها عشان هطلع منها سؤال قلنا انها كبينة عادية كانت وصلنا بيها للنهاية انها زودت بتكييف طبعا احنا عارفين المكونات بتاعتها اللي هي التلق جوانب صاج والفلتر والتكييف الاخي زودناها بسير واشعة كهروضوئية اشعة ايه كهروضوئية بتخش المشغولة على السير اول ما تخش المشغولة على السير بتقطع المجال الكهروضوئي في الاركان بتاعة الكبينة فيه مسدسات تفتح فيتم رش المشغولة ويتم تكفيفها طيب السؤال بقى اللي احنا نطرحه ايه العيب بتاع الكبينة دي ها نفكر شوية طيب اعرب لك الفكرة اه الاجابة في العنواء البعض بص كده اه للمسطحات اه يبقى معنا كده ما بتنفعش غير الاجسام المسطحة بس ايه الاجسام المسطحة الوحصات ابواب ده اللي ترشه الكبينة دي طب اي جسم غير مستوي او منتظم هيعوق او مش هيترشه كاملا فلذلك من عيوبها انها لا تصلح الا لرش المشغولات المسطحة جميل طيب استخداماتها وانا لسه قدامك هو على الجهاز تستخدم في رش الابواب للتلاجات وفي رش المشغولات التي يمكن فك وتجميع اجزاء او الاسطح المستوية ده يعتبر استخدام ويعد في نفس الوقت عيب طيب الطريقة بتاعت التشغيل بتاعتها في سؤال قدامك هوان بيقول وضح طريقة تشغيل كابينة الرش الالي للمسطحات ايه الطريقة بتاعتنا اول حاجة بيتم طبعا المفروض ان انا بيتم اعداد المشغولة اولا ايه بقى اعداد المشغولة اللي هو اللوح الصاج او الباب اللي انا هشتغل فيه بعمله عملية تطهير كلمة تطهير ان انا بنظافه جيدا واعمله اعداد سطح وبعد كده بحطه على السير طبعا الشغلانة دي كلها بيعملها عامل واحد بس بيبقى واقف على مقدمة الكابينة ويبدأ يحط المشغولة على السير ويبدأ عن طريق وحدة التحكم اللي ايه مفاتيح التشغيل يبدأ يدوس على زرار التشغيل مع ضبط درجات الحرارة اللازمة للديهان برافو انا سامح حد بيقول ايه عشان هي مزودة بتاكيب ما لازم كده كده يزبط درجة الحرارة لان كل دهان ليه درجة حرارة كمان مع ضبط الضغط طب ايه علاقة الضغط في الكلام ما احنا قلنا ان الديهانات اللي بتستخدم ليست كسافة واحدة فالديهان السميك بيحتاج ضغط عالي الدهان الخفيف بيحتاج ضغط اقل فانا ببدأ عن طريق وحدة التحكم اضبط حاجتين اول حاجة درجة الحرارة تاني حاجة اضبط الضغط بتاع الكابينة وحط المشغولة على السير واضغط عليها بمجرد منها بتمر على السير بيتم قطع المجال الضوئي فيتم فتح المسدسات فيتم رش المشغولة يستقبلها العامل من الجهة الاخرى سامع حد كده بيقول لي طب والجزء السفلي بتاعها ما دانش ما احنا لسه قيلين دلوقتي ان العيب اللي فيها انها لا تصلح الا لرش المشغولات المسطحة طيب ايه المميزات بتاعتها انا قلت طب كبان السابقة بتاعتنا كانوا كام كابينة طبعا احنا بنكلم على عادي وكان اخر واحدة كان ليها سبع مزايا ايه السبع مزايا هتحافظ على البيئة طبعا لان فيها فلطر تناسب درجة حرارة الجفاف الدان صيفا او شتاء جميل مع الاربعة اللي فاتوا نزود بقى السبعة بتاعتنا ان هي اقتصادية في الايدي العاملة والوقت والجهد طب ايه عيوبها ايه عيوب الكابينة دي عيوب الكابينة دي ركز في اللي انا اقوله كواس جدا تسهم في البطالة ما معنى كلمة تسهم في البطالة ليه ما قلتش تعمل على البطالة او هي السبب الرئيسي في البطالة لان طبعا حضرتك احنا قلنا بدل ما كان عندي خمسة ستة عمال لا هو عامل واحد اللي بيشتغل وطبعا طاقته محدودة فلذلك هو مهمته سهلة جدا انه بيحط المشغولة ويشيل المشغولة لا اكتر ولا اقل طيب ايه كمان ما مش اي عامل بقى هجيبه لازم كل عامل فني وهنا نحط خط تحت كلمة فني فني يعني درس خصائص قلبيات ومميزاتها زيك كده بالزبط دراسة نظرية فلذلك هو عارف الدهان اللي هيستخدمه ده درجة حرارته كام كسفته ايه ضغطه ايه ايه الدرجة اللازمة ليه فلذلك هيزبط ده كله ويبدأ يشتغل عليه يعني معنى كده مش اي عامل يشتغل عليها انها بتحتاج الى دراية فنية للعمل بها طيب هنا الصيانة بتاعتها بقى احنا هنا دخلنا الموضوع في تعقيد بقى سير وقهره ضوء ايه حاجات الكترونية فلذلك انا ما بقدرش اعمل لها صيانة زي الكابينة العادية ان الكابينة العادية كتسهلة جدا افك لمبة ركب لمبة افك ريش المروحة اخسلها ده كده بالنسبة للكابينة زاتة او الكابينة الآلية للمشغولات المسطحة طيب الصيانة بتاعتها عن طريق متخصصين بس انت لازم تبقى عارف مين اللي هي والصيانة دي هتم على ايه انا طبعا قلتلكم الكبائن دي بتيجي كلها مفككة وبتتجمع والشركة اللي بتجمعها لي بتعمل لي عقد صيانة على اساس ان كل ست شهور كل سنة بيجي يعمل لي الصيانة بتاعتها الصيانة الدورية اول حاجة تحتاج الى صيانة ميكانيكية طبعا السيور اللي حضرتك شايفها بتمشي دي او بتتحرك لو انت بصيت معايا كده في الصورة هتلاقي السيور دي بتمشي على تروس وعلى رمان بيلي يبقى لذلك انا مش هعرف القصة بتاعتها ماشي ازاي ندي مثال بسيط لو انت عندك في العربية بتاعتك او او والدك عنده عربية والبيلي بتاع العجل استهلك او سابه والدك من غير عمل صيانة هتعرف حاجتين ان البلي ده تلف اول حاجة بتسمع صوت غريب تاني حاجة ممكن يجي فجأة تقفش الرمان البلي اللي جوه فيتم عرقلة الحركة خالص وتلاقي العربية كلبشت كده في الارض هنا بالتالي الكابينة دي السيور بتاعتها اللي بتجري دي بتجري على تروس ورمان بيلي طبعا الحركة دي ميكانيكية انا مش اقدر اعملها فلزلك بنعمل ايه سيانة ميكانيكية لدورة السيور والتروس والجلب وكل ما هو متحرك طبعا بجانب السيانة الكهربية السيانة الكهربية اللي هي اللمبات طيب وايه تاني والالكترونية اللي هي الاشعة قهر ضوئية طيب طبعا حضرتك لو انت بسيت كده اتلاقي ايه وطبعا بيبقى زيادة في التكاليف وكل ذلك عن طريق الشركة المواردة وشركة السيانة عن طريق متخصصين يبقى اللي هيعمل السيانة دي كلها هيتم عن طريق متخصصين طب يمكن بعض بيقولي طب لا ما هو متخصصين انت بتقول لي ليه ان انت لازم تعمل السيانة ميكانيكية للسيور والتروس والجالة والسيانة كهربية والسيانة الكترونية عن طريق المتخصصين طب ما هنعجيب المتخصص يعمل المفروض ان انت فني يعني بمعنى صح عارف الاجزاء بتاعتك كلها بتشتغل ازاي ومشي ازاي علشان لما يجي بتاع السيانة ممكن هو يغفل عنه حاجة انا هنبهه اقول له لا انت السير دوا فيه صوت عامل صفارة عامل خروشة السيد ده بيشتغل شوية يقف شوية فهو بالتالي ينتبه لهذا العيب ويبدأ يصلحه لي دي اسمها كابينة رش مشغولات مسطحة طيب فيه كابينة تانية اسمها كابينة رش للمشغولات الخشبية الصغيرة ايه الكابينة الرش ذات المكونة للمشغولات الخشبية الصغيرة طبعا حضرتك لما تيجي تتكلم عنها ما تغفلش عن مكونات الكابينة بتاعتنا العادية اخر واحدة اللي ايه زاتها تكييف حراري يبقى معنا كده هتقول ان هي عبارة عن تلات جوانب من الصغير ولمبات وتكييف وفلتر وإلاخ بس الارضية بتاعتها مش زي ما انت شايف كده لأ انا بوريك دي ايه العادية الارضية بتاعتها متقسمة او دائرية ارضية بتاعتها ايه دائرية زي ما انت شايف كده دائرية ومتقسمة طمنتاشر جزء يبقى الارضية بتاعتها ايه دائرية متقسمة كم جزء طمنتاشر جزء كل جزء بزاوية عشرين ممكن يجي السؤال طب ليه طمنتاشر وليه عشرين ها نفكر سامح حد بيقول لي علشان طمنتاشر في عشرين بتلتمية وستين مجموعة زواية دائرة برافو عليك طب او ممكن الاجابة بشكل اخر اقل او انسب زاوية باكبر عدد ها ليه متقسمة دا ما يجي سؤال علل لماذا تقسم كبينة الرش المشغولات الخشبية الصغيرة الى طمنتاشر جزء وكل جزء بزاوية عشرين هتقول ها جدع برافو سامح الناس كده بتقول لي اه اه انسب زاوية باكبر عدد من التقسيمات يبقى مجموعة الزواية بتاعتنا تلتمية وستين لقى مجموعة زواية دائرة بص كده معايا هتلاقي تمنتاشر جزء كل جزء هيبقى عليه مشغولة مشغولة الدوائر اللي انا بعملها لك دي هي مشغولات طيب لما تلف القرصة دي او القرص ده يلف بزاوية عشرين طبعا هنا مزودة بمسدسات في اعلى الكبينة او اسقف الكبينة اول ما تلف بزاوية عشرين تترش مشغولة لما تلف تمنتاشر مرة ترش تمنتاشر مشغولة طيب يبقى معنى كده ان الكبينة دي هي مكوناتها ايه هنقول المكونات بتاعتنا العادية خالص لها عبارة عن تلت جوانب من الصاد وبرافو فلترات جميل وتكييف بس انا هنزود ان احنا نعمل الارضية بتاعتها ايه ذاتة قرصة دائرية او اسطوانية مقسمة الى كام جزء تمنتاشر جزء كل جزء بزاوية كام بزاوية عشرين هنما تدور المشغولة او تدور القرص بزاوية عشرين فيتم رش مشغولة واحدة هنما تدور تمنتاشر مرة يتم رش جميع المشغولات طبعا لذلك انها ما بتشتغلش يدويا دي مزودة بدوية دوائر الالكترونية الدوائر الالكترونية دي ومسدسات الدوائر الالكترونية متصلة مع المسدسات او حساسات مجرد بس ما بتتحرك بيقطع المجال القارضة بتاعها تفتح المسدسات تتراش في الحال زي ما انت شايف كده قدامك مكونات تتكابينة بنقول انها ذاتة شكل اسطواني كبير تصنع من المعدن وتدور آليا ولا قاعدة دائرية تدور دورة كاملة تلتمية وستين درجة مقسمة لطمانتاشر جزء وكل جزء بزاوية عشرين تدور حول نفسها ومزودة بدوائر الالكترونية من مسدسات رش تفتح متزامنة مع حرقة القرص آليا ومزودة بنفس اجزاء الكبينة الاخرى ما تنساش ان احنا عندنا الكبائن كلها سلسلة متصلة ببعضها ما ينفعش ان انت تعرف تجاوب او تذاكر الكبائن الالية من غير ما ترجع للكبائن برافو العادية اللي في الاول خالص طيب طريقة التشغيل احنا الاول حاجة بنمسك القرص بتاعنا ده هو كام جزء برافو طمانتاشر جزء هنبدأ نضع عليه المشغولات بتاعتنا طيب وضعت المشغولات ببدأ جميل سمع حد كده برافو عليه قال هنعمل الضبطية بتاعتنا او الضبط اللي احنا هنشغلين عليه مانا فني وفاهم هعمل ايه او الحاجة هضبط درجة الحرارة هضبط الضغط جميل عن طريق وحدة التحكم او وحدة التشغيل وبعد كده ببدأ ادوس على زراعة التشغيل بتبدأ يدور هذا القرص كام لفة جميل طمانتاشر وكل لفة بزاوية عشرين يبقى انا عندي في الوقت الواحد او في الزمن الواحد على حسب جفاف الدهان بتاعي او كسفته مثلا لو قلنا ان التمنتاشر دول هياخده ربع ساعة او تلاتين دقيقة في تلاتين دقيقة رشدت تمنتاشر مشغولة طب انا لو التمنتاشر مشغولة بتوعي دولا محتاجهم في وقت واحد النص ساعة دي ينفع اعملهم من غير الكابينة بتاعت المشغولات الخشبية الصغيرة سامح البعض بيقول اه ينفع بس هيبقى صعب جدا طبعا ان انا هجيب تمنتاشر عامل تمنتاشر كابينة تمنتاشر مسدس ويبدأ يرش التمنتاشر في وقت واحد ده بجانب الوقت والجهد اللي احنا بنتكلم عليه طبعا الكلام ده انا بقوله ليه عشان انت حالا هتلاقي دلوقتي مكتوب لك ما هي مميزات الكابينة اول حاجة مميزات الكابينة انها بتصلح رشد المشغولات الخشبية الصغيرة دي ميزة وفي نفس الوقت عيد طب ليه لان انا لو هعايز ارش حاجة كبيرة مش هينفع احطها على هذه الكابينة يبقى هنا الميزة بتاعتها انها بتنفع على رشد المشغولات الخشبية الصغيرة طيب ايه تاني معدل انتاجها كبير كام برافو سمح حد بقولي 18 قطعة او مشغولة في زمن قياسي 18 دولار في ربع ساعة ل 15 دي او 30 دقيقة ايه تاني انها بتوفر في الوقت والجهد والنفقات وامنة طبعا بجانب ان هي كمشغولات صغيرة بيبقى صعبة على العامل او الفني انها رشها بدون لحمات ايه اللحمات ديا انه هو يحصل فيه تفاوت في دركة الديان لصغر المشغولة هنا بقى الكابينة دي ما بتبدأش او بمعنى صحة انت العمل بيها بترشها وما يحدث فيها اي لحمات طيب ممكن تدينا مثال للحاجات اللي بتترش بالكابينة ديا طبعا حضراتكم تستخدموا القلم الرصاص القلم الرصاص العادي بص عليك كده هتلاقيه كله مدون طبق الدهان واحدة طبقة الدهان بتاعة القلم الرصاص دي معمولة بالكابينة دي اللي هي كابينة رش مشغولات خشبية صغيرة طيب ايه عيوبها جميل انا سامع ان في حد قال لي ما انت قلتنا العيب في الاسم برافو عليك ان العيب جميل ها لا تصلح الا الرش المشغولات الخشبية الصغيرة برافو طيب هي تكلفة الكابينة دي زي تكلفة الكابينة العادية هلا طبعا بتفوق ده دي فيها دوار الكترونية وقرصة 18 جزء وتكييف وفلتر يعني تكلفتها عالية جدا والكترونات وحاجات كتير جدا يبقى معنى كده ان تكلفتها عالية بالنسبة لكبائن العادية طيب الصيانة نسأل سؤال كده انت تقدر تعمل للكابينة دي صيانة طب ما هي الكابينة دي نفس الشريحة بتاعة الكابينة لرش المشغولات المسطحة وانا عرفت اعمل صيانة للكابينة رش المشغولات المسطحة ما دي نفس الكلام مش هينفع ان انا اعمل لها صيانة طب علل ممكن يجيلي سؤال كده علل لماذا لا يتم صيانة الكابينة الالية عن طريق العامل الفني الاجابة اتلاقي تحت على طول في السؤال او في نفس ما هي عيوب كابينة الرش انها بتحتاج للصيانة وقائية ودورية لجميع الاجزاء المتحركة طنابير وتروس وجلب طيب هنا هنبسك بس كلمة وقائية ودورية طب احنا اتفقنا ان الصيانة بتاعتنا دورية وقائية وقائية ديا ان بعد الانتهاء من العمل على طول مباشرة ما ينفعش ان انا استنى زي ما اتفقنا قبل كده في الحلقة اللي قبلها ان احنا بنعمل الصيانة على طول بعد الانتهاء من الشغل او انتهاء من الدهام طيب الصيانة الدورية احنا متفقين مع الشركة اللي جات ركبة الكابينة بتاعتنا انها حسب العقد اللي انت ابرمتوا معاهم او اتفقت معاهم فيه انه هم هيجوا كل ست شهور او كل تلت شهور جميل جدا طيب ايه كمان قال لما الكابينة دي بقى فيها ميزة جميلة جدا ايه الميزة بتاعتها ان هي هذه الكابينة فيها قاطع قهرابي اوتوماتيكي حلوة اول جميل ده او بمعنى صح ايه قاطع قهرابي اوتوماتيكي يعني حضرتك وانت بتشتغل او انت بترس المشغولات حدث ان انت حطيت المشغولة مقلوبة او بوضع غير صحيح هتلاقي الكابينة دي فصلت عنها الكابينة لان الفصل بتاعها او الاسلاك بتاعتها دي القوة المحركة القواتها الكابينة اوتوماتيكي لازم تبقى كل حاجة فيها صحيحة لو احدثت انت خطأ مش هتشتغل الكابينة ترجع تعيدها تاني زي على سبيل المثال وعملوا برضو نفس الكلام ده في معدات القطع بتاعت مكينات الورق كانت بتعمل اصابات كتير جدا للعمال ان العامل ممكن بيرس رسة الورق عشان يقطع بالمقص بينسى ايده ويسيبها تحت المقص كان في القديم او قبل التكنولوجيا الحديثة بينزل المقص ممكن يطيير له طرف من اطرافه صباع لكن بالحديث طول ما العامل حاطت ايده على الورق الجهاز ده مش هينزل ويدي له صفارة او انذار زي ما انت بتشوف كده في السيارات الحديثة صنصر بيديك انذار برنة او صفقة كده خفيفة صفارة خفيفة كده بحيث انه يعرفك ان ده خطر هنا نفس الكلام الكابينة دي مزودة بقواطع كهربائية وادوات خاصة بفصل او قطع الطيار الكهرابي زي ما انت شايف كده تحتاج الى صانع كهربية للقواطع الكهربية والمفاتيح والاسلاك الخاصة بالاضاءة او بالقوة المحركة دي الكابينة اللي هي ذاتة او للمشغولات الخشبية الصغيرة احنا قلنا عندنا تلات انواع من الكابينة الالية اول واحدة الكابينة الرشل المشغولات المسطحة واتكلمنا عنها تاني واحدة اللي هي كابينة ذات القرصة الدائرية اللي هي قرصتها 18 جزء وكل جزء بزاوية 20 هنتكلم دلوقتي عن كابينة الرشل الالي ذات القطة يمكن يطرق في زينك دلوقتي طيب التكنولوجيا حلت مشكلة الحاجة الصغيرة اللي هو القلم الرصاص ده مثال تقريبي طيب وحلت مشكلة الشكل المسطح القلم ده مسطح لا بس القلم ده واخد شكل استواني في بعض المشغولات بتبقى واخده اشكال استوانية زي المواسير المواسير والاستوانات المعدنية اللي هي دائرية دي مش هينفع لرشها على الكابينة اللي هي لرش المشغولات الخشبات الصغيرة برافو السامع لان ده حجمها كبير وعدخش ازاي في الكابينة الصغيرة دي وفي البعض بيقول لي مش هينفع لرش المشغولات المسطحة لان دي ما بتنفعش غير للحاجات المستوية بس ودي واخده شكل بمبي او شكل دائري مش هينفع هترش اللي فوق مش هترش الجناب فبدأت التكنولوجيا تصمم او تعد كابينة خاصة اسمها كبائن رش زاتا خطاف طبعا لما اجا اتكلم على كابينة رش زاتا خطاف لازم اعرفك ان هي منها تلت انواع كم نوع تلاتة النوع الاول اللي هي زاتا خطاف سابت وهنعرفه النوع التاني زاتا خطاف متحرك وهنعرفه برضو التالت زاتا خطاف لرش بنظام الالكتروستاتيك طيب نمسك كده الاولانية ايه الخطاف السابت ده انت الكابينة بتاعتك هتتكون من نفس مكونات الكابينة رش المشغولات المسطح وسامح حد كده بيقول لي تلات جناب صاد جميل وفلتر عظيم وتكيف جميل وايه تاني وسير في الارض هنا فيه سير طيب فيه فوق هنا خطاف فيه ايه خطاف الخطاف ده متوصل بكهرباء او قطب كهربي اول ما تخش المشغولة وتتعلق على السير بالكيفية اللي انت شايفها دي كده تتعلق على الخطاف في الاركان هنا فيه مسدسات رش تتفتح ترش المشغولة من جميع الجهاد طيب يمكن لبعض يقول لي طبعا انت عملت مسدسات تحت مع جميع اركان الكابينة عليا وسفلة مزودة بمسدسات رش مجرد ما يتعلق تتعلق المشغولة على الخطاف تفتح هزيه المسدسات فيتم رش المشغولة دي كابينة السبتة طب المتحركة المتحركة ان انت بيبقى فيها اكتر من خطاف والخططيف دي بتشتغل بالتزامن مع بعض يعني ايه السير زي ما انت شفت في الكابينة الاولانية كان طرفه في الخارج انا برص عليه مشغولات تخش المشغولة الاولانية ينزل السير يحمل المشغولة تفتح المسدسات تترش يخرجها بره يكون فيه خطاف تاني نازل ياخد مشغولة تانية يعني المشغولة الوالاخرى مشغولة الوالاخرى مشغولة الوالاخرى كلها بترش في وقت واحد طيب فيه هنا كابينة خطاف رش المشغولات بنظام الالكتروستاتيكي وانا بسميها كده الكابينة الجافة ايه الكابينة الجافة دي بقى احنا اتفقنا ان الرش الالكتروستاتيكي كان بيعتمد على الشحنات الشحنات المجابة والشحنات السالبة طيب الشحنات المجابة والسالبة طول ما هم بعادة عن بعض بيحصل عملية تجازق طيب هنا بقى الكابينة بتاعتي دي فيها خطاف ومزودة بالكترونات او كهرباستاتيكية اللي قد بسالب وموجب بيحصل عملية تطاير لغبار الديهان اللي هو البودرة بيحدث عملية التصاق بالديهان بالسطح طبعا اتفقنا انا لو عملت كده بعد ما التصق الديهان هيطلع فيه دي قبل ما تطلع مزودة هذه الكابينة بمجففات حرارية المجفف الحراري ده بيدي درجة جفاف لسيولة الدهان فيتم تثبيت الدهان على المشغولة ده بالنسبة لكابينة الرش ذاته النظام الالكترو استاتيك طيب احنا عرفنا التلاتة والتلاتة مكوناتهم واحدة اول حاجة عبارة عن جسم معدني على شكل متوازن مستطلات مفتوح من الجهة الامامية احنا اتفقنا ان الكابينة كام جنب تلاتة مرة جاءت سؤال لماذا تكون الكابينة من تلات جوانب انقل بعض يقول لي طب انا اعمل ايه بقى في السؤال ده ده سؤال ده صعب قوي لا الاجابة سهلة جدا هو انا لو عملت باب للكابينة بتاعتي وحددت مساحة يبقى حددت دخول مشغولات انت لما شفت في الكابين بتاعتي اللي فاتت دي الكابينة الباب بتاعها ايه اوبن مفتوحة الاخر اللي درجت انه ادخل عربي فلذلك بنقول ان الكابينة بتكون من تلات جوانب ليه لتسع دخول المشغولات ده مهم جدا لتسع ايه دخول المشغولات جميل جدا طيب وايه كمان بالنسبة للكابينة بتاعتنا اللي هي ذات الخطاف الارضية بتاعتها بيبقى فيها ثقوب او مصافي بحيث ان اللي هي في النظام الرش الالكتروستاتيك الثقوب دي او مصافي بحيث ان البدرة اللي بتنزل في ارضية الكابينة بيتم سحبها عن طريق شفاطات ويتم اعادتها مرة اخرى الى القادوس او الخزان ثم اعادت استخدامها مرة اخرى ده كده بالنسبة للكابينة اللي هي الكتروستاتيك طيب الكابينة بتاعتنا دي او الكابين بتاعت الالي كلها بقول العامل الفني استخدمها وما تخافش طيب يمكن بعض يقول ده كهرابة انا ممكن اتكهرب ده ممكن يحدث عملية خطأ في التوصيلات احس او المشغولات نفسها وصلها طيار كهرابة انا اجي امسكها اتكهرب او احصل لسعق كهرابي اقوله لا تأكد جيدا ان الكبائن دي كلها مؤردة وكلمة مؤردة دي يعني متوصلة بكابل ارضي عشان تصريب الشحنان غير كده سامح حد قال لحظة ما انت حضرتك قلت ان في الصيانة لازم يجي متخصص علشان فيه دوائر الكترونية بتعمل عملية قطع للطيار الكهرابي اذا حدث خطأ برافو عليك جميل جدا صح كده لان طبعا الكبائن دي انا مش مهمتي ان انا اخد منتجات واهمل العامل بتاعي او الفني لا طبعا لازم احافظ عليه فلذلك ان كل هزي الكبائن موصلة بكابل ارضي ولذلك لتصريب الشحنان طيب موظم الكبائن بتاعتنا اللي هي الالكتروستاتيكية اللي هي ذات الخطاف او اللي هي الرش المشغولات المعدنية وده يعد عيب وميزة يعني ايه ما احنا قبل كده كنا عندنا كبينة بتستخدم الرش المشغولات الخشبية طبعا انا لو حطيت عليها مصورة حطيت عليها سلسلة حطيت عليها صور حديد ايت رش طبعا لا لان هي دي مخصصة للخشب فقط طيب انما الكبينة بتاعتنا اللي هي ذات الخطاف والالكتروستاتيكية دي مزودة او مصممة للمشغولات المعدنية فلذلك ان السقف بتاعها ما بيبقاش مستوي السقف بتاعها بيبقى جملوني يعني ايه كلمة جملوني اللي هو هرمي كده جاي من فوق شبه طبعا حضرقهم في الكرتون بيجيب البيت بتاع الكلب عامل جملوني من فوق كده هي قريبة الشبه منه طيب ايه كمان قال لي كمان السقف بتاعها فيه مجر البعض يقول لي طب المجر دي ايه فايدتها برافو عليه انا سمع حد قال لي ما هو الخططيف اللي شغالة دي فوق عمالة تشيل مشغولات وراح هتود مشغولات هتجري على ايه اكيد مجر من فوق جميل طيب بجانب ذلك ان هي في جميع اجنحتها او جميع جوانبها فيها مسدسات رش ومسدسات رش من اعلى ومن اسفل بيتراوح عدد المسدسات من ستة لتمانية ستة او تمان مسدسات في الكابينة الوحدة تخيل انت ست مسدسات تتفتحوا على المشغولة يبقى هيبقى فيها حاجة ما ترشتش طبعا هترش من جميع الجهات طبعا بجانب ذلك ان احنا عندنا زي ما اتفقنا ان فيه شفطات لسحب البودرة الزيادة وان الارضية بتاعتها قلنا مزودة بخزانات علشان تسحب تعيدها تاني الى القادوس والى الكابينة او الى المسدس مرة اخرى للعمل طبعا بجانب ذلك ان هي فيها قاطع قهربي بيفصل او بيفصل حينما يحدث خطأ في عمليات التشغيل طبعا بجانب ذلك ان الكابينة بتاعت دي ما ينفعش ان انا اشتغل بيها لوحدها الملحقات بتاعت الكابينة دي فيها فرن للانضاج وفرن للتطهير او مكان للتطهير مكان للتطهير يعني ايه ما ينفعش المشغولة بتاعتي وهي دخلة تترش يبقى عليها اي شوائب حتى ولو طراب بزرات نعمة جدا هيعمل عمليات عزل او اعاقة فلذلك قبل ما تخش الكابينة بتخش على مرحلتين مرحلة الاولى على كابينة التطهير او فرن التطهير وتتسخل لدرجة الجو العادي برافو سامح حد بيقوللي خمسة وعشرين هي دي درجة حرارة الجو العادي وبعد كده تبدأ تخش على الكابينة التانية ويبدأ عملية الرش بيتم التصاق البوية او الراتنجات على السطح وتثبتها انا قلت التصاق وليس التثبيت التثبيت بيتم عن طريق الحرارة طيب ايه عيوب بقى الكابينة لرش المشغولات اللي ايه المعدنية يمكن بعض يقوللي المشغولات معدنية حضرتك ما قلتش كده ده العنوان مكتوب قدامنا كابينة الرش الالي ذات الخطاب ما انا قلت لحضرتك ان فيه اسئلة بتيجي من جوة الكلام او زي ما بتسموها انتم مما بين السطور بس مما بين السطور ما فيش حاجة فيه فاضي هو المفروض من فهم الطالب الطالب لازم يفهم هي دي بمخصصة الرش المشغولات ايه معدنية يبقى ايزا ممكن يطلق عليها اسم كده كابينة الرش المشغولات المعدنية او كابينة الرش الالي ذات الخطاب طب ايه العيوب بتاعتها طبعا انا مش عندي جزء واحد ده انا عندي جزء اين عندي الجزء الاول اللي هو الاعدادي اللي هو فرن التكفيف والانضاج او التطهير وبعد كده الكابينة بتاعتي يعني معنى كده انها مكلفة تحتاجي السمارات ضخمة طيب ايه تاني عيوب طبعا ما ينفعش اي حد يشتغل عليها زي ما انا قلتلك العامل البسيط اللي برا اللي هو مدرس فني زيك ومتخصص زيك ما يقدرش يشتغل على الكابينة دي فلذلك يجب ان يكون العامل على دراية بالعمل الفني او بالعمل بهذه الكابينة زيها القطاب طيب ايه العيوب كمان لا انها تصلح لرش المشغولات المعدنية فقط وايه المشغولات المعدنية قلنا المواسير والسلاسل والاسوار المعدنية جميل طيب اعمال السيانة للكابينة طبعا اعمال السيانة احنا اتفقنا السيانة عندنا نوعين كل الكبائن بيجرى عليها هذه السيانة وقائية ودورية وعايز حد يعرف لي كده وقائية برافو لعقب الانتهاء من العمل مباشرة جميل جدا طيب والدورية اللي هي حسب الاتفاق مع الشركة الموردة للكبائن بعمل معها سواء كان ست شهور او سنة ويجي يعملولي عملية الصيانة في الموعيد بتاعتها طب انا لو اهملت الصيانة بتاعتها ايه اللي يحصل طبعا هيحدث تعطيل لحركة العمل وممكن يحدث كارثة الكارثة بتاعتيا بتتم ازاي طبعا حضراتكم مش هتكون كارثة زي ما احنا العمل يحصل له حاجة ممكن البعض توقع كده لا طبعا الكارثة بتحدث حركة العمل بتتعطل يمكن بعض يقول لي حركة العمل تعطل طب ايه المشكلة طبعا حضراتكم مش عارف ان الشركات اللي بره دين او الشركات الكبيرة بتعمل عقود مع المؤردين ومع الناس اللي يستخدموا المنتج بتاعهم وبيلتزموا بشرط جزائي اذا اتقر عن توريد هذه المنتجات بيتم فرض العقوبة عليه اه في نهاية الحلقة طبعا اتمنى ان انا اكون وصلتلكم المعلومة بشكل مبسط وقفتكم وارجو من حضراتكم المتابعة وقلنا ان احنا بنتابع الحلقة على اليوتيوب وبنحاول على قدر امكان نستفيد منها علشان تقدر تواصل معايا التوالي للدروس لانها كلها مبنية على بعض زي ما حضرتك شايف واتمنى اه من الله ان يوفقكم ويتمم لكم بالنجاح والتوفيق